بما ان الام طبعا ده سؤال برضو تكملة للسؤال اللي كان بيقول ليه عن المشاكل انها مشاكل القاعد والانها لهاitas طبعا عايزين نقول ان زي ما قلنا قبل كده هي ما فيهاش الجزء الاندكسين او الجزء الهيكس بتاعها عشان صورية الانسورشن اسبيشي لو كان الانفلانس ساعتي نان بارلل والرستوريشن كانت سكرو ريتيند طبعا هنا في عندي 2 اشوز فيه النون انجاج داباتمند هو طبعا المين فونكشن او الهيكس او الوزيشن اندكس بتاعي هو الانتي روتيشن مش لود ديستريبيوشن هو انتي روتيشن لكن الانجاج داباتمند هي ممكن تعمل اوورلود شوية وتعمل سترز مور على الوزي بنحتاج ان احنا نعمل دايما لي ريتينينج سكرو يعني مين اللي في النون انجاج داباتمند بتكون اكتر شوية وبعد الاوثورس بيقولوا بيهاف تو تورك ذات سكرو على تورك بتاعه عشان نقلل من حملية او من احتمالية السكرو لوزنس ولو حصل سكرو لوزنس لذات سكرو يفضل ان احنا نعمله تاني لكن طبعا مشكلة قوية جدا جدا سبيشيلي في الفول ارش سكرو ريتيند رستريشن لو كانت كل الاباتمند بتاعتي وانا بقى انجاج الانبلانت قد كل الاباتنص esimerkقي نون انجاجد ساعتها هيبقى عندي مشكلة في الريبوزيشنين او ذات فول ارش لان انا مسلا وسهشيلي الفول ارش دوت وهحتاج اعمله كليننج عمله مانتنانس عمل له ال尝بر لو عايز رجعه تاني monetه تاني في اتس بوزيشن واانا كل الاباتنص ساعتها يبقى في صعوبة في الريبوزيشننج او ذات فول ارش كيس عشان كده بنقول لو عند وستخدم نون انجاجد الاباتمن فيهم يفضل ما يبقاش كل الاباتمتس نون انججد على القل وان او تو او دم يكونوا انججد بحيث ان هي هتساعدني في الريبوزيشن انج تاني لو هعملو ريبير وقدر رجعه في اتس بوزيشن فدولتو من ديس ادفانتج او لميتيشن لنون انججد اباتمت عشان كده برضو يفضل ان احنا نعمل مكتشر ما بين الانججد ونون انججد اباتمت